بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنكمل قصة كفاح شعب مصر الفصل الرابع مصر الثائرة وهنشرح النهاردة الجزء الثاني المقاومة في منطقة البحر الصغير من أعداد أستاذ يسر محمد نجيم منطقة البحر الصغير منطقة البحر الصغير هي المنطقة الواقعة ما بين منصورة وبحيرة المنزلة وكانت تحت قيادة الزعيم الشعبي حسن طبار الأهمية التاريخية لتلك المنطقة كانت تلك المنطقة في طليعة المناطق التي أبدت مقاومة شعبية مجيدة يذكرها التاريخ بفخر وإعجاب حسن طبار ومقاومة الفرنسيين حسن طبار هو زعيم منطقة المنزلة وكان زعيما على سكان شواطئ هذه البحيرة وكانت له مراكب صيد كثيرة وكان زعيما لمقاومة الاحتلال الفرنسي في تلك المنطقة والدليل على ذلك تردد اسمه في رسائل نابليون بونابارت ومذكرات قواده كرمز للمقاومة الشعبية الباسلة التي لقيها الفرنسيون في وادي النيل قبل وصول حملة نابليون إلى مصر اتصل حسن طبار بمشايخ القرى والبلاد وأهلها ليه؟ علشان ينظم صفوفهم ويثير الحمية في صدورهم ويحرك فيهم الروح الوطنية المتأصلة بخلوبهم حتى تمكن من إثاراتهم للمقاومة والصمود أمام المستعمر كيف تعامل الفرنسيون مع حسن طبار؟ حاولوا اجتذابه لصفوفهم والنتيجة ما ضعف ومالان واضطروا لإرهابه وإرهاب رجاله عن طريق المعارك معركة الجمالية تحركت حملة الفرنسيين إلى بلدة الجمالية في تلك المنطقة عن طريق البحر وصل الفرنسيون بمحادث الجمالية وحلت سفنهم في بحر أشمون ليه؟ بسبب قلة المياه انتهز الشعب هذه الفرصة وأمطر الفرنسيين بوابل من الرصاص والأحجار ونشبت معركة عنيفة دامت خمس ساعات وانتهت بنصر الشعب المصري وانسحاب الفرنسيين بعد تمكنهم من إشعال النار في البلدة وإحراقها كان لهذا النصر أثر عظيم بحيث بأن هذا النصر تسبب في رفع الروح المعنوية للشعب وشجع الشعب على الاستمرار في المقاومة وزاد الشعب التفافا حول حسن طبار حاول الجنرال فيال اجتذاب حسن طبار إليه مرة أخرى ولكنه رفض هذا العرض هكذا وقف الشعب المصري في عزيمة وإصرار وعزم أمام جيش فرنسا وقوادها وجنودها وقف بشجاعته مؤمنا بحقه وبثقته بنفسه صابرا على الشدائد والمكاره فكتب لنفسه النصر والبقاء والخلود وبكده ينتهي الجزء الثاني ونتمنى الجميع أبناءنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر